أهو السلام علينا الصلاة إلى جيدة سنة محمد اللهم عاجل عليك على خط مباراة الأسود مع الفراعنة عائلة اللاعب عزيز بها الدوز كانت على المباشر الوجدان على العلاقة مع الإبن ومع المنتخب فكانت الأمان مشرعة الأخ ديالي تبارك الله كما شفته هذا الجو عائلي كلهم جوا باش يزوروا هذا النهار لأن الأخ ديالي يرىه لعب تبارك الله كما شفته لعب مقابلة 45 دقيقة والحمد لله لعب دار مفاجآت بزاف نتمنى إن شاء الله العمي عزيز إن شاء الله شجر شيء هدف إن شاء الله ونتمنى أن نكون نخلي فادية لون إن شاء الله نرفض الرأي المغرب وإن شاء الله شجر نرف يفرح المغرب إن شاء الله سارت الأمور عكس الأمل الهدف المصري في اللحظات الأخيرة حسم اللقاء فكان الأسف لكن بروح رياضية تلعب بزيان شمرات تخسر أنا مليش تلزين ميتون المغرب زي ما لعب بزيان أنا المصريين معروفين كي يستغلوا أي فرصة الدفاع ما كانش مزيان معلش مراجع إن شاء الله يكونوا مزيانين ما خصنا شنولي والله خصنا نزيدوا شوية القدام يعني باقي العامل وخصنا الجماهير المغربية يعني تسند الفراق بدأ تسند للعبات ديانة ديانة المغربة وإن شاء الله يكونوا لخير إن شاء الله إحنا لعبنا كورة وفرجنا للجماهير العربية والإفريقية بلدينا كورة القدم في المستوى ومازال جايين لأننا لعبين صغار وفي المستوى لدينا مدرب كبير وإن شاء الله سنمشيوا بعيد هي تفاصيل المحبة وما تفعل مرة بفرح وأخرى بأسف عشق الأسود سيبقى في العائلات بالمبتدأ والخبر فرحة لم تكتمل لأنها الكرة وفواصلها أهل بها الدوز يرفعون التحية لأسدهم ولباقي المجموعة لخضر نوالي بي سبورتس بركان بدوره بلغ منتخبو غانا نصفا نهائيا